ما بعد الزمن هذا الموضوع في غاية الأهمية حقيقة أيضا نناقشه اليوم بعمق شبابنا وحاول أيضا أن تفهمه بعمق بناء الحياة وبناء الأكوان بناء ظروفنا حياتنا الأكوان كونت عن طريق ما بعد الزمن تلاحظون كلما ممكن نعيش الزمن نتحدد نتحدد بظروف الزمن لكن السؤال المهم الآن يا شبابنا نناقشه معا رجان ممكن شخص يسألنا يقول طيب ما هو الزمن يعني هل هو شيء انتبهوا هذا الأمر مهم ما هو الزمن ها يعني هل هو شيء هل هو مادة هل هو ما هو المعنى ماذا تعتقدون ممكن شخص يسألكم ما هو الزمن عرف الزمن ما هو هل فكرنا بهذا ما معنى الزمن ماذا تعتقدون أخواني وخواتي طيب عندما نقول نلتقيكم اليوم انتبهوا الآن نلتقيكم اليوم وحتى عندما نستخدم ممكن خلال محاضراتنا ها لوحة الرسم وأنا أقول لكم انتظروا دقيقة هل تلاحظون انتظروا دقيقة حتى كلامنا زمني تحركاتنا كلها زمنية بدون ممكن أن نحس بها طيب الحرف الحرف الأول والحرف الثاني ما فيه مسافة ها عندما أنت تفكر ما فيه زمان بين فكرة وفكرة لماذا هكذا لماذا هكذا نعيش نقول بالفترات فترة بعد فترة حتى بالكلام حتى عندما ممكن نستخدم تطبيقات ها برامجيات تطبيقات طيب جرب الآن أنت عندما ترسل تكست أيضا بالزمن تنقر الحرف الأول بعدها الحرف الثاني بعدها الحرف الثالث ها وترسل اعمل هذه التجربة التالية تجربة بسيطة هذه جدا توضح لك معاني مهمة امسك قلم قلم تمام فعندما أنت تمسك هذا القلم وتبدأ بكتابة كلمة ركز تمسك القلم تبدأ بكتابة كلمة فمنذ بداية مسكك للقلم وكتابة الكلمة ممكن فيه وقت ثانية ثانيتين ثلاثة وبعدها تكتب الكلمة الثانية ها وتكتب الكلمة الثالثة وتكتب الكلمة الرابعة وأثناء هذا ممكن يأتيك تكست ميسج فتترك الكتابة ممكن يعني وتبدأ تقرأ التكست ميسج طيب كيف تقرأ التكست ميسج أيضا بالزمن تقرأ الكلمة الأولى صحيح الكلمة الثانية الثالثة بسرعة الآن وأنت تقرأ التكس ميسج انتبهوا شبابنا أنت تقرأ التكس ميسج أصبح موضوع مسكك للقلم بالماضي يعني الكتابة أصبحت بالماضي الآن إذا ترجع للقلم تمسك القلم وتبدأ تكتب تترك الموبايل فون الآن الموبايل فون أصبح بالماضي تمام فهكذا نحن نتنقل في حياتنا بزمن الآن نحن الآن يعني نلتقي أيضا نلتقي بالزمن فأنا أتكلم أنتم تنتظرون ماذا سوف أقول صحيح وحتى تحاولون أن ممكن تفسرون ها أو تعالجون كلامي أيضا زمن صحيح لكن المبادئ الزمنية يعني عندما نحن نعيشها ها أخواني وخواتي الأعزاء المبادئ الزمنية عندما نعيشها تتكون قوانين تحكمنا تعرفون يعني القوانين الموجودة بالأرض هي قوانين زمنية بكرة عندك كذا بعد بكرة عندك كذا الشهر القادم عندك كذا زمني وحتى أريد أن أقول لكم شيء مهم أدمغتنا كأنها مصممة على الزمنية نعم أدمغتنا مصممة ماذا؟ على الزمنية يعني أنت تعالج المعلومات بالزمن لكن الزمن فيه بطء الزمن فيه أخطاء ولهذا ممكن دعونا أيضا نرجع بالحسابات الزمنية ممكن تقول عملت أخطاء قبل عشر السنوات ليه كنت هيك أعملها؟ ما هو السبب؟ السبب لأن الموضوع زمني وبوجود الزمن أيضا القوانين تتغير تمام؟ يغيرون قوانين ها؟ سياسات تتغير بوجود هذا الزمن لكن الآن نرجع ما هو الزمن؟ شباب ها؟ ما هو هذا المعنى؟ انتبهوا هذا الأمر مهم ما هو هذا المعنى؟ هو هذا الذي لأنه وضحه استهد أي عزيزتي أنت؟ يمكن الفكرة المحدود تعريف الزمن؟ أصدق؟ إيه وعندما نعيش يعني بالزمن يكون فكرة المحدود لا بس هو ما هو الزمن؟ التعريف ممكن لم نفكر بهذا ما هو الزمن؟ أعطونا تعريف للزمن ما هو الزمن؟ هذا الذي يحدث لم نفكر بهذا أستاذ أعطونا هو معتقد؟ صح معتقد؟ أي؟ ممكن تستمرين؟ أي؟ يعني أول ما نجي للدنيا يخلون هذا المعتقد براسنا فنحن نمشي تلقائيا عليه مثل غير أشياء يعني نوعا ما ممكن صح فيه صحة أي نعم أي لكن لماذا هكذا؟ أو دعونا نبقى نبقى شوية لأن هذا الأمر مهم حقيقة هذا الأمر في غاية الأهمية لأن عندنا تطبيقات مهمة نعيش ما بعد الزمن لكن أولا نريد أن نفهم نعرف ما معنى كلمة الزمن وقت أي عزيزتي أنت هو وقت ماضي وحاضر مستقبل؟ أي ما هو ما هو صح أنت قلت ماضي حاضر مستقبل لكن هل هو قوة؟ مثلا شخص قال معتقد نعتقد به هل هو قوة؟ هل هو فكرة؟ ممكن أعتقد الشخص قال فكرة؟ ها؟ أستاذ هو برمجة برمجنا عليها أي ولا زلنا وبذلك هو لن يزول إلا لما تزول هذه البرمجة طيب نصعد أعلى انتبه ونصعد أعلى إلى الأكوان ها؟ هذا الموضوع في غاية الأهمية إلى الأكوان تصور التالي تصور جيدا يعني كوكب يتحرك كوكب كوكب يتحرك يعني ينتقل من نقطة إلى نقطة صحيح؟ يتحرك كوكب يتحرك فبتحرك الكوكب هل هناك زمن؟ عندما هو يتحرك الكوكب يعني ينتقل من نقطة A إلى نقطة B تحركات الكوكب أو مجرة تتحرك فهذا التحرك لاحظوا كلمة تحرك انتقالة ها؟ هل هل هناك زمن؟ حضرتك قلت ما فيش وقت هناك ها؟ حضرتك قلت ما فيش زمن هناك مش زينا هنا في صبح ونيني لا هو هناك زمن هو في كل المستويات حتى بهذه جلسات السفر انت الآن انتبه جلسات السفر في زمن لأن انت تقول صعدت للمركبة هذا واحد ونقول بعدها ماذا عملت؟ تقول ظهر لي كائن وبعدها ماذا تحدثت معاه؟ وبعدها ذهبنا إلى كوكب لاحبوا؟ وقت تمام؟ صحيح؟ آه يعني أستاذ مراحل زمنية ايه الآن انت من تحكين بجلسات السفر الكوني أو أي قصة معينة أي قصة لا يهم اتينا بأي قصة بأي فكرة بأي علم تجدين الفقرة الأولى الفقرة الثانية دعونا نوضح مثلا آه كلمة دعونا الآن حكيتها وقت بعدها أنتم تنتظرون قلت نوضح دعونا نوضح التالي فأصبحت دعونا نوضح التالي زمنية صحيح؟ تمام؟ إذن ما هو الزمن؟ ما هو هذا الذي يسمى زمن؟ وأيضا شيء مهم لماذا ندرس أو لماذا نتناقش بهذا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع جدا مهم حقيقة الذي أثار انتباهي سبب انتبهوا أثار انتباهي التالي أقول لكم شيء مهم نحن ليه اختارونا كمجموعة يتصن معنا الكائنات الفضائية؟ نعم يعني الكائنات هناك تحالف التحالف الهجابي فإحنا المجموعة بتاعتنا اختارونا فأنا كنت أفكر قلت ليه أساسا اختارونا وبعدها هناك شيء مهم أيضا أشاركه معكم أنا قلته سابقا أليكس كولير ماذا يقول؟ أليكس كولير يقول أن الاندروميدن كائنات الاندروميدن أوكي كائنات تأتي من المستقبل انتبهوا انتبهوا الأمر مهم الآن الاندروميدن كائنات ها؟ ترى المستقبل تعيش المستقبل فهي الاندروميدن كائنات الاندروميدن رأتنا كمجموعة من المستقبل تعرفون هذا؟ فهي تعرف من المستقبل ماذا نحن سوف نكون ولهذا اتصلوا معنا طيب الآن السؤال المهم هذا جدا مهم هذه الكائنات كيف استطاعت انها تعيش من المستقبل؟ يعني الحوادث المستقبلية لمجموعتنا تعرفها كيف؟ كيف يحدث هذا؟ أنا أفكر فيه وأفكر فيه وأفكر فيه كيف هذه الكائنات ها؟ تعيش بقراءة الحوادث التي في المستقبل تعرفها؟ أي عزيزي أنت؟ هو لأن لأن الكون هو خلق وانتهى وانتهى خلقه ووضع الزمان بمستقبله وماضيه وكل شيء يعني نحن فقط نتنقل بين المراحل الزمنية ما بين المستقبل والمستقبل القريب والبقيد لكن صحيح هذا هذا كلام فلسفي لكن لا نطبقه وحضرتك بقلت إن ربنا بيخلق لسه فيه بنخلق أكوان ثانية صح جدا ما ينفعش كلمة إن احنا الكون تخلق وخلص لا مهو أريد ناقشك بهذا الأمر مهو المسألة الخلق أوتوماتيكي بسرعة يعني مش إنه أنت تعتقدين إنه هو يحسبها حسابات كيف أكون وكيف أخلق زي ما إحنا نحسبها لأنه الخلق أسرع من الضو بحيث الزمن يختفي امتبهي امتبهي هذا الخلق أسرع 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 من الضو ما بعرف مليارات من المرات فالزمن يختفي هو لماذا يحدث زمن تعرفون هون هون في الأرض ليه يحدث زمن ما هو السبب يعني ها ليه نعيش زمن ما هو السبب ليه لأنه بايولوجيتنا لاحظوا انتبهوا البيولوجية بتاعتنا شبابنا بايولوجية الإنسان معه كما أنتم قلتم المعتقد والفكر ها فأحدث ما يسمى بالزمن الآن نرجع فقط نبقى ما هو الزمن كيف نعرف الزمن ها فكر محدود اي فكر محدود استاذ ها عزيزتي طاقة وحسب وعي الشخص يستغل هالطاقة الله رائع الله 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 لاحظوا الزمن نعم الزمن طاقة تعرفون اي وعندما نقع بهذه الطاقة نتحدد فهو فعلا طاقة اي وبالتالي تولدت ها تولدت الكلمات وت وتولدت الدساتير والقوانين فالزمن نعم الزمن تماما الزمن مبدأ طاقة لكن هذه الطاقة الزمن طاقة لكن هذه الطاقة خاطئة يعني احنا احنا دخلنا فيها اتفاعلنا معاها بالخطأ اي اي يعني يعني مثلا الطفولة والشباب ها وكبر بالعمر طاقة خاطئة جدا لماذا حدثت هذه الطاقة الخاطئة هنا شوية نصعد نصعد شوية يعني هذا الموضوع مهم هذه الطاقة الخاطئة لماذا حدثت اريد ان اعطيكم مصدر وحاولوا حقيقة انكم يعني دقيقة من فضلك اسمحوا لي اعطيكم هذا المصدر وكل اللي يسمعني اقول لا يفوتكم هذا اللقاء حقيقة ابدا لا يفوتكم من الخبراء والشخصيات الرائعة في علوم الكائنات الفضائية يجتمعون معا ابدا لا يفوتكم هذا سايمون باركس والكس كوليار وجيم نيكولوس ومعهم الذي يدير اللقاء جاي بي ويوضحون امور مهمة جدا جدا مهمة مش فقط مهمة جدا جدا مهمة في علوم الكائنات الفضائية وماذا يحدث في الارض لقاء مهم جدا مهم وممكن ارسل لكم الرابط تابعوه حقيقة يعني حتى الفقرات بتاع هذا اللقاء كل فقرة مهمة اوكي اه من خلال اللقاء نحن البشر والارض من خلال اللقاء تعرضنا الى تغيير وتلطيخ بهذا المصطلح تغيير وتلطيخ بالمعتقدات وبالبيولوجيات وبالجينيات الارض معاها طبعا تعرفون من قبل هذه الكائنات او كائنات سلبية اللي هي لدراكونيا والزواحف فكأنه انتبهوا شباب كأنه ادخلنا ادخلنا بهذا المصطلح بطاقة الزمن ايه ادخلونا بما يسمى طاقة الزمن ممكن هم صنعوا طاقة الزمن ليه اقول لكم ليه افكر انهم هم ايضا كونوا طاقة الزمن لدراكونيا كيف لاحظ هم صنعوا الشتاء طبعا لدراكونيا هم اللي صانعين البرد لأنه يعني هل العقل الكوني يخلق برد ما هو المعنى البرد انتبهوا البرد انت عندما تحس بالبرد تقول الجو جدا بارد سوف تعيش الزمن طبعا لأنه هنا انت سوف تبدأ تفكر من الخارج لأن الجو بارد انتبهوا الجو ماذا بارد انتبهي له هذه الكلمة او جو حار جدا فهنا المجتمعات البشرية سوف تبدأ تنتج ملابس ها تضع قوانين من اجل التدفئ وبالتالي انت تنشغل بتوفير المال والامور الاخرى من اجل ماذا تدفئة البيت لاحظ 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 الامر مهم اذا اصبحت طاقة زمنية محدودة واريد ان اقول لكم شيء مهم ايضا حتى الجوع اللي دراكونيان هم صانعين الجوع 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 لانه انت عندما تجوع ما بتفكر باي شيء الا انه تقول اريد ان نبحث عن الطعام ايه طبعا هل فكرنا يعني الانسان ما هو المعنى انه الانسان يجوع ليه يجوع الانسان يعني هذا جسم البشري هذا الخالق العظيم انتبهوا هذا الخالق العظيم مكون الاكوان ليه يجعل الانسان يجوع ها فبالطبع انت عندما تبحث عن اه يعني عن طعام انت تصبح بالزمن ايه يعني لانه انتبهوا المسألة المسألة مهمة يحتاج يحتاج لها تركيز انه عندما انت تجوع ليه ترتبط بالزمن لانت سوف تفكر بالزمن تريد طعام سوف تذهب الى سوبر ماركت ها اصبح زمن من الخارج فانا باعتقادي لدراكونيا عملوها انه الظروف الخارجية يغيروها ها الظروف الخارجية يغيروها وبعدها البيولوجية بتاعتنا ايضا لخبطوها وبالتالي انت اصبحت كان زمني ايه ولا ليه الانسان يجوع ليه الانسان يشعر بالبرد هذا البرد من اين اتى الحر من اين اتى لماذا لماذا هناك حر 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 شديد ليه او برد شديد هم فانا اريد ان اقول لكم ان ان الطاقة الزمنية صناعة مش من الاله طبعا مش من الاله وانا اريد ان اقول لكم ليه كائنات الاندروميدان ها يستطيعون ان يقرؤوا المستقبل لان بايولوجيتهم مش زي بايولوجيتنا يعني افكارهم بصوا افكارهم يفكرون بطريقة انتبهوا الان يفكرون بطريقة ما فيها زمن الان نرجع الى الارض ارضنا تصور التالي اتصور انت الشيء المهم الان تصور هذا معي جيدا اريدكم ان تتصورون ما فيه برد اطلاقا ولا فيه حر وما فيه جوع نفترض هيكي وما فيه اعلاميات تخويفية وما فيه دين ابدا يختفي الزمن اي نعم انا اتحدك يعني انسان لا يجوع وما فيه لا برد لا حر ها وما فيه اعلام وما فيه دين ما فيه نتصور هذا ما فيه معنى للزمن بحيث اذا اسألك اقول لك هل تعرف الزمن تقول ما هو المعنى ما معنى زمن لانه ما فيه قلق ما فيه خوف ف مصطلح الزمن يختفي اصلا لانه الارض كيف تجدها نتصور الان ما فيه جوع ما فيه حر وبرد ما فيه اعلام سلبي ما فيه دين كيف تكون الارض نتصور هذا الارض الله هذي كيف تكون ها تكون محبة تمام تكون هدوء تكون سلام الزمن ما له اي معنى ليه لانه في في هذا الامر الليل يختفي ما فيه ليل طبعا لان الليل ايضا مبدأ زمني الليل و ليل صباح وهذا يعني هذا ايضا مبدأ زمني بالمناسبة الليل والصباح هذا ايضا لدراكونيان صانعيه الفصول الاربعة لدراكونيان صانعيه الصحراء صانعيه وتكلمنا سابقا الاسود المفترسة والنمل كل هذا لدراكونيان صنعي أريد أن أوضح كيف صنعوا هذا هم عملوا حروب نووية تعرفون نعم لدراكونيان والزواحف وجهوا وجهوا انتبهوا وجهوا إشعاعات باتجاه الأرض ولخبطوا بهذا المصطلح لخبطوا بيولوجية الأرض ولخبطوا أنا ما بعرف يعني اللخبطات بهذا المصطلح التي عملوها لكن باعتقادي جدا كبيرة يعني هم مش يأتون إلى مدينة مدينة لا أو متر متر هم من الخارج بسفن فضائية هيكي ويوجهون إشعاعات نووية نعم عملوها خلال ما بعرف مليون سنة مليونين سنة هو هكذا وبعدها اتجهوا اتجهوا إلى تحريف التاريخ وهذا تجدوه باللقاء أقصد تحريف التاريخ هذه الكلمة يعني أريد أن أوضح ما أي لقاء أقصد بهذا اللقاء أوكي أحدهم يتكلم حول تحريف التاريخ إن هذه الكائنات تحرفت الحقائق بحيف أعطوا للإنسان معلومات مزورة الكائنات السلبية نعم هذا يقوله باللقاء لقاء جدا مهم شباب شاهده يعطونا يعطونا معلومات سلبية أو معلومات مفبركة عفوا معلومات مفبركة معلومات خاطئة من جيل الجيل من جيل الجيل من جيل الجيل تكون الزمن نعم وصلنا إلى إلى هذه الوضعية وبالمناسبة أيضا أكملت الأوناناكي الفبركة الأوناناكي آخر السلالات أيضا هي أكملت الفبركات على الإنسان نعم لأن الدين الدين مبدأ زمني طبعا لو لو تركز على المعاني بالدين ها مبدأ زمني زمني قوي جدا قوي جدا الدين مبدأ زمني جدا جدا زمني بشكل يعني الحر والبرد مبدأ زمني وتفكيرنا لأنهم مرتبط بالظروف مبدأ زمني حيكون صحيح تمام نعم مبدأ زمني ففكرنا نحن الآن يعني كأنهم مصممين على الزمنية ليه نحن مصممين على الزمنية ما وزلوا حتى تبقى محصور بالترددات التي هم عامليها يعني هم يعني هم يوجهوك أقصد يوجهوك بممر ضيق رعاكو أستاذ ايه عزيزي كوني بارككم ايه عزيزي ويباركك بخصوص ما دخلنا في الممر ايه اعتقادي أنا أنهم دخلونا في نفق زمني ايه يستهلك طاقتنا طبعا صح ايه فعلا الغيرات اللي حدثت والدين فعلا زمني بحت جدا جدا ايه ايه ودائما انتظر انتظر ايها الانسان انتظر ايها الانسان انتظر وحتى الصلاة الصلاة بتاع الدين زمنية لأن الانسان ينتظر الساعة الساعة ايه ايه وحتى نرجع كيف صنعت الساعة كانت من الرمل اه وكانت عن طريق الساعة الرملية وبعدين تطورت تطورت ايه لانها ماشيين على الزمن ايه الى حد كانت تتعلق اقلادة بعدين تلبس باليد حقوق الآن الموجودة في الجميع الاكترونيات فاعتما اضوع الساعة يعني بحت الدين بحت زمني بحت والتغيرات الليل والنهار والشتاء والصير فاعتقد انا باعتقد اننا احنا في نفق زمني استهلك طاقتنا بالاشغالية ايه وشوال البرد البرد هو اشغالي ايه طبعا والمصروفات اشغالية انتبه على المسأل انتبهوا الاشغالية انك انت تكون دائما مشغول ايه فانت ما هتفكر لا بالفلسفة لا بالحكمة لا بالعلوم الكونية بوجود الحر الشديد او البرد الشديد او اذا يضعون الدين فانت ما هتفكر بالفلسفة وبال هذه العلوم العميقة ما هتفكر لانه هو زمني صحيح طبعا يعني اصلا واحده احنا بنقعد نفكر فيه هو فبنستغل كل وقتنا في كتاب احنا بنقدر ندرس فيه غير ما نموت لا ومعها العوامل الاخرى تفكيرك انتبه انتبه العوامل الاخرى البيولوجية انتبه البيولوجية البيولوجية صممت انك انت تعالج افكارك بالزمن يعني الان جربي ارسلي تكست التكست اللي انت ترسلي زمني الكلمة الاولى الكلمة الثانية الكلمة الثالثة طيب عندما تعدين الطعام ركزي ركزي عندما تعدين الطعام تعديه زمني صحيح؟ يعني يجب أن أحضر أولا المواد بعدها أعمل كذا أحضر في مسألة الطعام هو مش فأقصد يعني كل الأمور التي نتعامل معها طيب ترتيب بيوتنا الأثاث الموجود في البيوت كل زمني حركاتنا كلها بالزمن حركاتنا كلها زمنية أعطيني حركة مش زمنية أعطيني شيء البشر يقومون به مش زمني السؤال المهم ليه الكائنات العليا ما عندهم زمن أو عندهم زمن لكن قليل يعني مثلا الكائنات العليا هل هم مشغولين ها بتنظيف البيوت لأن تنظيف البيوت إشغالية ما عندهم تنظيف البيوت ليه لأنه ما هو سبب لأنه الجو بتاعهم معتدل جدا انتبهوا لاحظوا معتدل جدا جدا فالبيوت دائما نظيفة فكرهم مش زمني يعني هم ما عندهم يقول لك أنا أشتري الأثاث بتاعي والأسبوع القادم حياتيني أونلاين وأنتظر ما عندهم فانتبهوا فكرنا 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 أيضا زمني لقاونا هذا الآن الآن نحن نلتقي أيضا زمني نلتقيكم بالساعة باليوم كذا وبعدها يأتي الطالب الأول ثم الطالب الثاني عندما أقول لكم عندكم سؤال فركز الآن كلمتين عندكم سؤال آه زمن وشخص أو طالب يقول نعم عندي سؤال كله زمني وعندما تكون الزمنية فأنت تكون مجغول لأنه تفكر ترتب الأمور تعد الأمور تنظم الأمور كله إشغال إشغال تلاحظون الأمر جدا مهم هذا هل نستطيع أن نتحرر هو هذا الشيء المهم نعم نستطيع أن نتحرر طبعا هذا في غاية الأهمية ليه لأن موجود أيضا في فكرنا بدون زمن هذا هذا شوي عمق حقيقة الروح ما عندها زمن فكلما تفعل البنات الإيجابية أنت تقفز انتبهوا تقفز ما بعد الزمن يعني ماذا أنت تعد الطعام وأثناء إعدادك للطعام انتبهوا أثناء إعدادك للطعام تفكر أنك تتمشى بجانب بحر تصفق مع مجموعة أو أثناء إعدادك للطعام شوي الآن نتوسع نتوسع الآن أكثر أثناء إعدادك للطعام تفكر أنت عشرة أشخاص شخص يعني أنت تعد الطعام وأنت عشرة أشخاص لأنه بعدم وجود الزمن أنت تكون مليون شخصية انتبهوا يعني بعدم وجود الزمن أنت تكون ألف تريليون شخص ما في حدود باختفاء الزمن الفرص تكون أبدية فأنت تعد الطعام مثلا أو أنت تدرس وأنت تكون عشرة أشخاص توزعهم شخص بالمريخ نعم وشخص في أعماق الكون وشخص في دولة أخرى وشخص آخر الآن أنت ولدت أولادة جديدة أول دقيقة من حياتك بدولة جديدة نعم وشخص بالماضي يعيش كملك من أحد ملوك فرنسا وشخص بالمستقبل هذا أثناء أعدادك للطعام فأنت تنهي الزمن تنهي التفكير تنهي التفكير الزمني لكن الآن السؤال المهم الآن نتناقش ممكن شخص يتحدانا هذا سؤال جدا مهم حقيقة يقول طيب أوكي كلام جميل كلام رائع أقنعتوني لكن هو يتحدانا يقول طيب كيف نتجاوز البرد هذه كيف يعني يقول لك ماذا أنا عشت أو عيش بدولة كلها الثلوج فكيف أنا أتجاوز البرد هنا أو الآن أصعب السؤال أصعب يقول يعني ممكن شخص يتحدانا يقول كلامكم جميل أقنعتوني لكن أسألكم سؤال نقول لو تفضل يقول طيب كيف أتجاوز الجوع ها هذا لاحظوا مثلا هذا الأمر فيه عمق حقيقة الجواب لهذا الموضوع نستمر نبني بقوة بدل الشتاء بالفكر بدل الشتاء بقوة بدل الشتاء الجو ربيع الجو ربيع الجو ربيع نعم نعم هكذا نبني صور هدائق كبيرة الصحراء تتصغر باستمرار ونتنفس وعندما نتنفس نرى الدفء مثلا إذا كان جو بارد الدفء طبعا ونحن تكلمنا حول هذا لأن روحك روحك فوق الزمن فهنا نعم يتغير كل شيء يعني الشتاء يفقد سيطرته عليك طبعا الجوع ممكن يفقد سيطرته عليك لكن يحتاج تدريب ليس يعني لا يحتاج أيضا هنرجع بالمفردات الزمنية يحتاج وقت لعبه أي يعني أستاذ ممكن نستريح من هذا كله بانتقاننا للبعد الآخر وننتهي من هذا البعد الزمني وننتقل إلى البعد الآخر الذي لا يوجد فيه أي زمن لا موجود زمن هناك يعني ليس مثل الزمن الآخر ليس صح لأنه ما عندهم شتاء وهو كلما نعم انتبهي هو هذا مهم كلما الفبركات تقل يعني هما ما عندهم شتاء فالزمن يتحسن نقول لأن التصور لا فيه لا شتاء لا صيف طيب ما فيه يعني ما فيه عندهم سياسة ما فيه عندهم إعلام فالزمن قليل جدا يعني لا يكترثون ولهذا تجدون أعمارهم طويلة جدا هذا الأمر مهم حقيقتنا الذي نناقشه في غاية الأهمية طيب بالنسبة للسفر الكوني هذا مهم الآن جدا مهم انتبهوا بالسفر الكوني الآن لأن عندما نطبق هذه الجلسة بالسفر الكوني أنت أساسا مش تقول سوف أخترق النفق لا 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 تدرب أنك تلتقي بعائلتك الكونية أنت بهذا المصطلح انتبهوا التقيت بعائلتك الكونية لاهظوا فأنا أخبرت به أن قله لكم أخبرت به الفين واربعة وعشرين بهذه السنة ملايين من الناس سوف تصعد بمركبات فضائية أي نعم الفين واربعة وعشرين فأنت ماذا تعمل أنت تشاهد ملايين من الناس يصعدون بمركبات فضائية هذا مهم بالأمر كما يعني عندنا التطبيقات من قلنا تبني صور وأن الصهرات تتصغر نعم هو هذا مبدأ ما بعد الزمن تحرر وتبني الحدائق كثيرة وقلنا الآن في هذه الحلقة يعني كيف نتجاوز البرد أنك ترى ترى الربيع ترى الجمال ترى المحبة ها ففكرك ها أريد أن أقول شيء يعني ممكن في هذه المرحلة فكرك يكون زمني ومش زمني في نفس الوقت يعني مرة نعيش زمني لأن ما نقدر ممكن تمام ليه لأنه عندما تفتح الباب أنت زمني صحيح يعني تريد أن تخرج فلان تنهب صباحا أوكي تفتح الباب تقود سيارتك أصبح زمن لكن ماذا لو أثناء فتحك للباب ها وأنت ترى أنت ترى لاحظه أثناء فتحك للباب وأنت ترى أنت في كواكب أخرى مع عائلتك الكونية أوكي مثلا أو أثناء فتحك للباب وتبني صور وأنت عشرة أشخاص نعم هكذا لأنه بانتهاء الزمن الشخصيات التي أنت تعيشها بدون حدود بانتهاء الزمن ما فيه لا ماضي لا حاضر لا مستقبل أثناء فتحك للباب وترى ملايين من البشر يصعدون ملايين من البشر أثناء فتحك للباب ملايين من البشر يصعدون يصعدون إلى كواكبهم يعني مركبات فضائية تنقلنا نعم تنقلنا بالجسم مثلا هذا أثناء فتحك للباب هنا ماذا يحدث يقل الزمن أي نعم يقل طيب ماذا لو عملنا تطبيقات أكثر وأكثر وأكثر يوميا يا سلام يا سلام تحدث معجزات في حياتك طبعا مثلا وأن تتعد الشاي أيضا مبدأ زمني تمام لأنه ركز يعني الزمن هو متأصل لو تركزون مثلا أعداد الشاي أيضا تبدأ بتسخين الماء ثم إضافة الماء ها مع الشاي وهذا هو أعداد الشاي أيضا مبدأ زمني فاكسره أثناء أعدادك للشاي تمام ترى ملايين من الناس يصعدون إلى كواكب أخرى وأقصد التطبيقات كثيرة ومتنوعة بأي تطبيق أنت ترئيت يعني مثلا أثناء أعدادك للشاي ترى نفسك وأنت نجمة ضوية تشعضه أوكي مثلا يعني أثناء أعدادك للشاي أثناء أنت تعدل الشاي تبني صور تبني صور وأنت عندك دعوة في حفلة في كوكب آخر ومجتمعين عشرة آلاف نوعية من الكائنات المختلفة وأنت معهم آه هذا أثناء أعدادك للشاي لكن يحتاج تدريب حقيقة فمر مرتين ثلاثة أربعة عشرة يعني بهذه التدريبات أنت يكون فكرك هذا ما بعد الزمن يعني لا ترى لا ترى الزمنية أي نعم ما فيه يعني الزمن يفقد قوته السبب لأن حتى البالوجية بتاعتك تتغير نعم نعم يعني دماغك وعيك كله يتغير ما حيكون زمني واضح شباب أي نعم هذا الأمر مهم هذا الأمر مهم طيب ممكن شخص يسألنا يقول لك أوكي أيضا كلام رائع كلام جميل لكن كيف مسألة الإنترنت يعني مثلا نشاهد حلقة الدقيقة عشرة الدقيقة عشرين الدقيقة ثلاثين الدقيقة أربعين كيف كيف نعالج هذا أريد أن أوضح يعني هو نحن نبقى نعيش بالزمن لكن نتدرب هو هذا توضيحي نبقى نعيش بالزمن لكن معها نطور قابليات وعي ما بعد الزمن تمام وإلا هو ما نقدر أعتقد الآن في هاي المرحلة نتحرر كليا من الزمن لأنه نحن دائما مع الزمن لكن في هذه المرحلة نقول نعيش زمن بدون زمن زمن بدون زمن عن طريق هذه التطبيقات التي يعني نوضحها ها واضح الكل موضوع مهم أعتقد جدا مهم ايه واضح ايه ودائما أيضا أريد أن أقول تعيش يعني حاول تعيش بما بما يسمى بعد مليون سنة هذا مهم ايه حقيقة في غاية الأهمية هذا الموضوع يعني يعني أثناء إدارة شون حياتك الآن بالزمنية ترى نفسك بعد مليون سنة هذا الموضوع في غاية الأهمية ترى نفسك بعد مليون سنة قائد كوني نعم في مجرة أخرى هذا الموضوع أكرر وأكرر في غاية الأهمية أنك يعني مثل الإندروميدان أنك تقرأ الحوادث المستقبلية نعم يعني تقفز بوعيك إلى ما بعد مليون سنة خمسة مليون سنة تتدرب مهم هذا الأمر الذي نقوله حقيقة